تقول يعني الشيطان هو عدو لابن آدم تقول لماذا ربنا جل وعلا قال له قال لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك بخلاف ما جاء بعد ذلك بأنه عدو لذريته أمين بارك الله فيك لأن بالنسبة للجواب لأنه لم يكن ثم إلا آدم و حوى و إبليس هذا في بداية الخلق الخليقة هذه متى تناسلت بعد النزول إلى الدنيا بعد نزول آدم و حوى إلى الدنيا بدأت الخليق بدأت ذرية آدم فهذا الكلام كان لما كانوا في الجنة الله عز وجل أدخل آدم الجنة قال إن لك ألا تجوع فيها و لا تعرى و أنك لا تضمأ فيها و لا تضحى فالشيطان هنا حسهد آدم فوسوس إليه و أقسم له أن هذه الشجرة شجرة الخلط و سيكون لك ملك باقي و زين لآدم و كذا مع أن الله تعالى نبه آدم قال إن هذا عدو لك و لزوجك لأنه ليس ثم إلا آدم و حوى و إبليس لما نزلوا إلى الأرض جاءت الآيات تبين بأن الشيطان عدو إن الشيطان عدو لكم شيطان عدو لآدم و لذرية آدم يقول جل وعلا يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو يقول جل وعلا فتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا و هو أقسم قال الله أحتنكن دريته أجمعين أحتنكن دريته إلى يوم الدين يعني هو أقسم لله عز وجل بأنه سيضل بني آدم إلا عباد الله تعالى المخلصين لا يستطيع أن يصل إليهم